طيب دي حكاية نرجع تاني للسوبر المصري تعالى أدخلك في الجدة على طول مش أضيع وقتك الأهلي والسيراميكا كيليوباترا نتكلم على الأهلي والسيراميكا كيليوباترا تشكيلة النادي الأهلي تشكيلة سيراميكا كيليوباترا نخش في الجد دي التشكيلة الأقرب طبعا حتى هذه اللحظة في حراسة المرمى محمد الشيناوي في خط الدفاع يحي عطية الله رامي ربيع أشرف داري عمر كمال عبدالواحد في الوسط أكرم توفيق إمام عشور مروان عطية والسلاسة الهجوم يحسين الشحاد برستاو ووسام أبو علي دي تشكيلة النادي الأهلي ماذا عن تشكيلة سيراميكا كيليوباترا المتوقع لمباراة النادي الأهلي في حراسة المرمى محمد بسام في خط الدفاع عبدالرحمن بودي راجب نبيل أحمد رمضان بيكهم عبدالله مجدي وفي الوسط محمد عادل أحمد بالحاج أحمد الكندوسي وفي الهجوم إسلام عيسى وفخر لقاي ومحمود زلاك دي بقى مباراة الزمالك وبيرامدز تشكيلة الزمالك لمواجهة بيرامدز محمود بن تايك حسام عبد المجيد حمزة المسلوسي عمر جابر في الدفاع وفي حراسة المرمى طبعا محمد عواد في الوسط زياد كمال ناصر ماهر عبدالله السعيد وفي الهجوم السلاسي مصطفى الشلبي سيف الجزيري واحمد مصطفى زيزو تشكيلة بيرامدز في حراسة المرمى أحمد الشناوي في الدفاع محمد حمدي محمود مرعي أحمد سامي محمد الشيبي في الوسط بلاتة توريه مهند لشين رمضان الصبحي وفي الهجوم السلاسي إبراهيم عادل ومصطفى فتحي وفيستون ميلي دي تشكيلة المتوقع للزمالك وبرامدز ومن قبلهم الأهلي وسيراميكا كيليوباترا طاكم تحكيم مباراة الأهلي وسيراميكا كيليوباترا يكون مكون من حكم ساحة أحمد الغندور مساعد أول أحمد حسام طاها مساعد تاني شريف عبدالله وحكم رابع أمين عمر وفي الفيديو والفرحان مساعد حكم فيديو عيسى خليفة وهو حكم إماراتي أما مباراة الزمالك عفوا أما مباراة الزمالك وبرامدز فهيدرها حكم ساحة محمد معروف مساعد أول محمود أبو الرجال مساعد ثاني هاني خيري وحكم رابع محمود ناجي وحكم فيديو محمود عشور حكم مساعد فيديو عمر فتحي